تفعيل حفظ معلومة تسجيل الدخول على حسابك الخاص تيك توك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي الى الاسفل هنا نقوم بالضغط على الملف الشخصي بعدها سوف يأخذنا الى نافذة ملفنا الشخصي نأتي الى الاعلى نقوم بالضغط على هذه العلامة ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي الى الاعدادات والخصوصية نقوم بالضغط عليها وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات والخصوصية نأتي إلى الأمان هنا نقوم بالضغط على الأمان وبعدها سوف يأخذنا إلى هذه النافذة نأتي إلى حفظ معلومة تسجيل الدخول نقوم بتفعيلها من خلال الضغط على عالم البيضاء وهنا أصبحت باللون الأزرق يعني تم تفعيل حفظ معلومة تسجيل الدخول يعني عندما تريد أن تقوم بحفظ معلومة على حسابك الخاص التيك توك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجزء اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله